أوضحت وزارة الدفاع نزيرة وزير الدفاع العراقي لطهران أسفرت عن الاتفاق على استمرار التعاون العسكري مع إيران والحفاظ على الحدود وتطوير التعاون اللوجسي بين البلدين المضمون هو التعاون واستمرار التعاون العسكري بين البلدين وتم مناقشة الحفاظ على أمن الحدود العراقية وهي حدود طويلة وكبيرة بالتأكيد وتم الاتفاق على تطوير التعاون اللوجسي بين إيران والعراق وتقديم المساعدة في مجال التدريب والدعم التقني والاتفاق على اتخاذ خطوات من الممكن أن تكون وتكون لعلاقات مستقبلية علاقات عسكرية أمنية بين البلدين